إبرام العقود النفطية في مواقع البصر الموزعة شمالا وغربا ملفات وكوارث اقتصادية تنحر جسد الاقتصاد العراقي اتفاقات للتنقيب وأخرى لتفكيك المصافي دون رقابة تذكر تتسبب بحسب متحدثين بخسارة العراقي لمليارات الدولارات سنويا مثال عودة الاحتكار على النفط العراقي بمباركة سياسة ما بعد 2003 يتلخص بعقود شركة الحفر العراقية فبعد عمل دؤوب لكوادرها ل32 عاما حتى توقيع جولات الترخيص النفطية مصادر التغيير تفيد بأن أكثر من 8000 عامل ركنوا ومعداتهم على جنب لإفسح المجال أمام شركات جولات الترخيص لحفر الأبر ما أدى إلى وقوعها بعجز مالي مخيث تهميش وزارة النفط لهم أدى لخروج الكوادر المحلية المتقدمة بتظاهرات واعتصامات متعاقبة حتى وصل الأمر وزاريا لتحذيرهم من تكرار ذلك أو الحديث حتى لوسائل الإعلام ما دفعهم ذلك لمناشدة قناة التغيير سرا بغيات تنبيه المعنيين بضرورة إيقاف المؤامرة العالمية لهيكلة الشركة واستبدالها بعقد تدخل لجيوب المستفيدين مليارات الدولارات على حساب المال العام من البصر أركان تقي قناة التغيير